التعافي من ألم الغضب الغضب، الأنجر، الزعل أيوة، أيوة وده من أخطر المشاعر اللي البني أدمين بيسيبوا نفسهم عايشين ويحطوا تايتلز أنا من أسر أصلا عصبية أصلا أنا بابايا دايما كان مش عارف بيعمل إيه ده مش مبرر ده مش مبرر أنت تقدر تتغير أنت بتضيع على نفسك فرص كتير وعلاقات كتير وسعادة كتيرة وناس حلوة كتيرة بسبب العصبية فده كان مهم أول فصل ده علشان يقول للناس تعالوا تعالوا ندور مفيش حاجة اسمها أنا غضبان للغضب لأ أنا من الناس المؤمنة أن الغضب شعور تحته مشاعر أخرى يعني مفيش حاجة اسمها الشخص ده غضبان للغضب لأ خالص الشخص ده غضبان لأنه مكتئب لأنه حزين لأنه عنده صدمة كاتل مشاكل كتيرة ممكن مش بعبر عنها ممكن شعور من بالظبط فلازم هنا في الكتاب بعلم القارئ إزاي يدور على الجذور ما هي جذور غضبك لو سمحت تعالى وجهها وبديله شوي التكنيكس يعني أنت النهاردة عرفت عرفت الجذور بتاعت غضبك وعرفت لازم تبقى عارف بقى إزاي تتعامل معاها إزاي تقفش نفسك ما تسبش بقى الموضوع يحصل تصعيد إزاي تقفش نفسك في الأول أول ما يجي المحفز والمثير للغضب إزاي تقفش نفسك إزاي تهدي نفسك إزاي تحط كده عنوان كبير في رأسك بحيث أنه يهديك وتفضل تسمعه 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 ترجمة نانس قنواني